سرقة القرن أيهما أهم فساد الدين أم فساد الدنيا هل استبعدت سياسة الضغط الأقصى النساء والأمهات الإيرانيات من العقوبات اليمن في معادلة الردع وشهد شاهد من أهلها ابقوا معنا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مكافحة الفساد في العراق الكشف عن سرقة القرن وغيرها من السرقات تطرح هذا السؤال علينا ما هو الأهم أحبائي مكافحة الفساد يعني فساد السياسة فساد الأموال فساد الإدارة الفساد في الدنيا هذا اللي نشوف أم فساد الدين وفساد الأخلاق بالتأكيد كلاهما مهم ولكن عندما نبحث في الحيثيات وفي الخلفيات بالتأكيد سنصل إلى نتيجة مفادها أننا عندما نضيع الدين وعندما نضيع الأخلاق فبالتأكيد نقع في فخ فساد السياسة وفساد الأموال وصير هذه الملفات سرقة القرن وغيرها العدو الذي يعني يتربص بالإسلام وهو يعرف جيدا قيمة هذا الدين وقيمة الإسلام وأهمية الإسلام في تربية نشئ صالح في تربية أجيال من الذين يؤمنون بهذا الدين يعرف جيدا أن هؤلاء لن يتم الإيقاع بهم أو السيطرة عليهم إلا إذا سقطوا في وحل الفساد الديني والأخلاقي قبل أن يسقطوا في وحل وفساد الأموال والسياسة في هذه القضية التي أثيرت مؤخرا طبعا نوجه الشكر ونوجه التحية لحكومة السيد محمد الشياع السوداني حتى لا يفهم خطأا ما نقول نحن نؤيد هذه الخطوة الكبيرة في استرداد الأموال المنهوبة بالرغم من أن حتى يعني إعداد هذا البرنامج المبلغ المسترد يمثل تقريبا ثلاثة بالمئة من المبلغ الذي سرق في قضية سرقة القرن من مجمل هذه السرقة واستردادوا الأموال خطوة جيدة والتسوية أيضا سابقة قانونية أنا لاحظت بعض الأخوة المتحدثين في بعض البرامج يقولون أنه شلون الصير تسوية وهذا لم يحصل في التأريخ أو في المحاكم القضاء وفي القضاء في دول أخرى بالعكس تماما اللي تشوفون في كل دول العالم تحصل مثل هذه التسويات لكن بالنتيجة هذه لن تسقط العقوبة لا في الدنيا ولا في الآخرة الآخرة واسترداد الأموال أهم بكثير جدا من بقاء هذا المجرم في السجن يتمتع بهذه الأموال هو ومن معه بطرق مختلفة الأموال المنهوبة طبعا يقولون ويتحدثون أنه يقف خلفها مسؤولون كبار هذه أيضا قضية يجب أن تفكك لا تطرح الأمور على علاتها بهذا الشكل العام لكي يساءل الآخرين يعني أنت بحجة والله نتحدث عن فساد في قضية معينة ورأسا يطرحون في وسائل الإعلام لا يقف خلف هؤلاء مسؤولون كبار هم يقصدون شخصيات معينة ويقصدون قوى سياسية معينة وكرر وأقول أنها حاربت التنظيم الأرهابي وكسرت مجاديفه وتريد للعراق الاستقلال يعني قاومت الاحتلال سواء عسكريا أو سياسيا نرجع إلى أصل الموضوع أصل الفكرة أنه لماذا نحن نبتعد عن الدين ونقع في فساد الدين لماذا هذا الإعراض عن الله علينا إخواني وأخواتي أن نتحدث عن هذا الموضوع يعني الآن الكل يحكي عن فساد الفساد الأموال فساد السياسة عن سرقة القرن كل الكل تقريبا يعني ماكو واحد يجي يتحدث يقول يا بيترى أصل القضية هو ابتعادنا عن الدين منذ أن خلق الله الخلق وهذا الشيطان قد أخذ على عهده أو على نفسه عهدا بأن يورد الإنسان المهالك وقال انظرني إلى يوم يبعثون فأحنا إذن علينا أن نتحدث مع أخواننا ومع أهننا عن عداوة الشيطان لنا ونتحدث عن فساد الدين الذي يؤدي إلى فساد الدنيا أنا لاحظت وتابعت هذا الموضوع وشوفت أعرض عليكم بعض الأفكار في قضية كيف نستعيد أنفسنا لأن أحنا أحنا اللي نخسر أنفسنا عندما نبتعد عن الدين ونعرض عن الله هناك أسباب كثيرة تجعل المرأة يبتعد عن الله أولا هو الاختمام البالغ والمفرط في قضية الجسد في الدنيا في الجسد في هذا الجسد مهتم بالجسد وإنت ما تهتم بالموضوع الآخر اللي هو الروح الإنسان روح وجسد هسا أنت تمرض تروح إلى الأطباء ورأسا تركض حتى عسا فيها قضية الفساد المالي سرقة القارن ورأسا أن رحت إلى من يعالج قضية هذا الفساد الدولة المحكمة القضاء أما الروح عندما تمرض وهي أساس البلاء هي التي يعني مرض الروح يسبب هذه الأمراض الجسدية الأخرى حتى الأمراض التي يعني لها صلة بموضوع هذه الأمراض العادية التي نعرفها غير موضوع السرقة وغير موضوع الوقوع في وحل الفساد المالي والسياسي بعدين هناك يعني بين فترة وفترة علينا أن نراجع عقيدتنا أحنا نعاني من مشكلة كبيرة هي ضعف العقيدة وضعف العقيدة أخواني وأخواتي يؤدي إلى الكفر شفتوا بني إسرائيل جادلوا في قضية العقيدة نبيهم قال لهم أمرهم الله يا أبا ترى اذبحوا بقرة جادلوا شنو لون أوصاف آخر كانت النتيجة هي كفر بني إسرائيل ضعف العقيدة يؤدي بنا إلى بالنهججة إلى أن نبتعد عن الدين ونقع في موضوع الكفر والعياذ بالله وأيضا كما قلت لكم الانشغال الزائد بالدنيا هو يخليننا دائما نبتعد عن الدين ونعرض عن الدين ولا نتمتع أو نستمتع بلذة العبادة وهذه كثرة الملهيات هذه الوان وسائل التواصل الاجتماعي جاي تدمرنا وتدمر أولادنا تدمر بناتنا نعم سيادة دولة رئيس الوزراء أنت جاي تهتم في ملف الفساد اهتم أيضا في ملف التربية في ملف التربية هؤلاء الأطفال الأولاد البنات في المدارس وذكرت لكم في الحلقات السابقة وخصوصا في الحلقة الماضية مدارس البنات وشلون يغزوها بأفكار أفكار يعني المثلية وأفكار الإعراض عن الحجاب ومحاولة تقليد الأخرين الذين يروجون أو يسوقون لنا ثقافاتهم الغربية شلون نحفظ جيلنا ونحافظ على جيلنا من نتائج وتداعيات الغزو الثقافي الغربي اللي جاي الآن اتحققها وجاي تنفذ وسائل التواصل الاجتماعي من أبواب وتدخل إلى بيوتنا من أوسع الأبواب نعم هذه قضية الجرائم المعلوماتية قانون أنا أؤيده ويجب أن يتم التعاطي مع هذا الموضوع بجدية أكبر وبمزيد من إبداء وجهات النظر التي تعزز من أن نحفظ جيلنا من الوقوع في براثن الاستكبار الغزو الثقافي الغربي الذي يؤدي إلى الانحلال الأخلاقي ويؤدي إلى الابتعاد عن الدين بعدين هناك هجمة شرسة يواجهها المتدينون بشكل خاص من قبل وسائل الإعلام ومن قبل مراكز التفكير حتى أن الكثير أقوله الكثير يعني العياذ بالله من المتدينين الآن بدأوا يكرهون أن يوصفوا بالمتدينين شفتوا مثلا في العراق هذا ولائي وهذا ذيل وهذا معرف شنو حتى يخلوك تبتعد عن التدين الحقيقي لأن التدين الحقيقي لا يعرف الحدود المسلم أضحل كما يقول إقبال لاهوري أضحل إسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا ظل لأن نقول لا وإحنا صرنا وطنيين لا نبالي ولا نهتم بالمسلمين الآخرين لا نبدي تعاطفا مع اليمن لا نبدي تعاطفا مع فلسطين لا نبدي تعاطفا مع الجمهورية الإسلامية عندما تتعرض إلى مؤامرات من قبل الغرب لأنه والله أحنا بدين نتيجة الهجمة الإعلامية الشرسة تخلينا في مواقع الدفاع وفي الكثير من الأحيان في مواقع التراجع كذلك أيضا هناك مشاكل الخطاب الديني هذا أنا أريد أن أتحدث حوله معكم إن شاء الله في الأسابيع المقبلة وفي الأيام المقبلة في قضية الخطاب الديني شلون نتعامل نحن معاشر الأنبياء نكلم الناس على قدر عقولهم شنو يعني على قدر عقولهم القرآن يقول وما نرسل من رسول إلا بلسان قومه شنو قضية لسان قومه ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وهناك أمراض كثيرة حقيقة يعني مثلا تجعلنا نعرض عن الله ونعرض عن التدين أنصحكم إخواني وأخواتي الرجوع إلى الكتب التي كتبت في هذا المنظار وفي هذا المجال وهي كتب كثيرة في قضية كيف نقترب من الله وكيف نعالج فساد الدين قبل أن نعالج فساد الدنيا لأن فساد الدين هو الذي أوتوماتيكلي خليك أن تتعالج فساد الدنيا وهذه سرقة القرن وغير سرقة القرن ما تتكرر أن تكون تجي تعالج أصل المشكلة أصل المشكلة ابتعادنا عن الله ابتعادنا عن الدين ولنا حول هذا الموضوع كلام كثير نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكي نحاول نحن وأنتم المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر حتى نعزز نكرس فكرة الإيمان بالله سبحانه وتعالى نعزز فكرة الإيمان بيوم القيامة نعزز فكرة كيف نتحرك لنصل إلى الإنسان الكامل الذي هو الحجة ابن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجه الشريف وشلون إنهي أنفسنا لعصر الظهور وهذه المفاسد اللي جاي تشوفوها ما راح تشوفوها ابقوا معنا غل استبعدت سياسة الضغط الأقصى التي تمارسها الولايات المتحدة الأمريكية في إيران النساء والأمهات من العقوبات في البداية كلمة العقوبات هي كلمة خاطئة تعرفون جيدا أحبائي شنو عقوبات يعني ليش الولايات المتحدة الأمريكية تمنح نفسها الحق في أن تعاقب الآخرين على أساس الولايات المتحدة هي عدوة الشعوب هي الاستكمار هي الشيطان الأكبر هي التي تسرق الشعوب هي التي تقوم بالاحتلالات بالغزوات العسكرية هي التي تقتل الناس وشوفوا تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية قبل وبعد أن تشكلت هذه اللي نعرف عنها الآن يسموها الولايات المتحدة الأمريكية ملايين السكان الأصليين قتلوا من قبل هؤلاء الذين الآن يتسيدون في الولايات المتحدة الأمريكية يعني طبعا أبنائهم وهذه المافيات والعصابات التي تحكم الولايات المتحدة الأمريكية تدري ذاك اليوم شفت تقرير بالأرقام من طالبان أفغانستان تخيل طالبان أفغانستان اللي ينتقدوها ويحشون عليها ويتحدث المتحدث باسم طالبان عن بالأرقام عن وضع النساء الأفغانيات مو يحشون على النساء الأفغانيات في أفغانستان يقول وضع النساء الأفغانيات في ظل حكومة طالبان الحالية أكثر أمنا أمنا من النساء في الولايات المتحدة الأمريكية لأنه التقارير تؤكد وجود حالات اغتصاب اعتداء على النساء في الولايات المتحدة الأمريكية على قدم الوساء حتى من قبل الشرطة في الولايات المتحدة الأمريكية إذن ليش نحن نجي ونعطي للولايات المتحدة الأمريكية الحق في أن تفرض عقوبات على دول مثل كوبا مثل فنزولا مثل إيران مثل سوريا مثل العراق ومثل لبنان وغيرها من روسيا الصين على أساس يعني هذا مصطلح العقوبات علينا أن نتعامل معه بطريقة تسلبه من محتوى العدواني الإيرانيين لاحظت يستخدمون كلمة الحذر وأعتقد هذه الكلمة مناسبة الحذر محاصرة أو الحصار بس أشوفهم دائما يعني من يترجمون حتى بالفارسي ويترجموه بالعربي يقولون الحذر نحن مع كل الأسف وقعنا في فخ وسائل الإعلام التي توجهها هاي الكارتلات الإعلامية التي تقودها الماسونية والمافيات وليتعرفوها كل زين شون توجه وسائل العالم في كل الدول في العالم حتى في الدول يعني في المعسكر الشرقي هنالك أيضا غزو كبير من وسائل الإعلام الغربية أصلا شون تتفكك الاتحاد السوفيتي لو تروحون تراجعون وتشوفون هو كل عن طريق وسائل الإعلام وتسويق مصطلحات محينة ومفاهيم وثقافات معينة بعدين هذه تؤدي إلى تفكيك الأمم وتفكيك المجتمعات وهذا يسو مع مجتمعات مع إيران مع العراق ومع دول أخرى فاللطيفة أو اللافت في هذا الحديث عن موضوع ما يسمى بالعقوبات أو الحضار الولايات الولايات المتحدة الأمريكية الآن هذه الإدارة الأمريكية بايدن وإدارته يقولون نحن نتعاطف ونتضامن مع النساء الإيرانيات وقعدين يوميا يسنون قوانين ويسنون لوائح من ما يسمونها بالعقوبات يعني هذا الحضر الذي يفرض على إيران بزعم هو التعاطف مع النساء الإيرانيات زين هذه اللي يسموها عقوبات المتحدث باسم الخارجية الإيرانية حقيقة أنا أعجبني جدا في تصريحه في هذا الشأن اللي هو أنا اقتبست هذا العنوان من المتحدث باسم الخارجية الإيرانية السيد ناصر كنعاني وهو بالمناسبة عربي يعني من كنعان يقول هل استبعدت سياسة الضغط الأقصى التي تمارسها الولايات المتحدة الأمريكية النساء والأمهات الإيرانيات من هذا الحضر اللي نقول عليه بالترجمة أو بالتسويق الغربي العقوبات وطبعا لا يعني هذه المظالم من تسن على إيران تشمل الجميع وبالنساء والأمهات لا يستثنين يعينين إذا أكو مشكلة اقتصادية أول ما تقع على لني خاصة الأمهات من المتورطة بالسوق البيت وبترتيب الوضع اليومي للأسرة الأم فالأم تعاني وتشوف عندها مشكلة في تأمين الوسائل الضرورية الحياتية لأسرتها لأن أكو ما يسمونه بالعقوبات تفرضها الولايات المتحدة دون وجهي حق وكما قلت لكم وأكرر عقوبات أو قرارات أحادية من دولة متغطرسة مستكبرة تقتل القتيل وتمشي في جنازته يجون يفرضون مثل هذه التي يسمونها عقوبات يمنعون إيران من تصدير نفطها كما قال ترامب آنذاك سابقا سياسة الضغط الأقصى تغدف إلى أولا تصفير الصادرات الإيرانية من النفط والبتروكيميويات وباقي مشتقات النفط طيب إيران إذا ما صدرت نفطها وإيران تعتمد بشكل كبير كما بقية الدول التي تنتج النفط وهذه طبعا هذا خطأ تعتمد كثيرا على النفط الآن قاعدين يعدلون بهذه السياسة ونجحوا إلى حد ما ما تبيع نفطك يعني ما راح تحصل على الأموال وحتى إذا باعت إيران نفط فرضوا عقوبات مالية هذا يسمون نظام السويفت ومنع إيران من الحصول على الأموال المتأتية من النفط اللي بيها تشتري الدواء والغذاء تدرون أكبر أكذوبه يقولها الأمريكيون هو أنهم والله نستثني الغذاء ونستثني الدواء من هذه التي يسمونها عقوبات وهذا كذب مطلق لأنه هناك أدوية كثيرة وخصوصا الأدوية التي لها علاقة مباشرة بالأمراض الخطيرة والخطيرة جدا في إيران عليها حضر من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وروحوا يشوفوا يشقد ناس يشقد من المرضى عانوا أولا عانوا معاناة يعني هذا العذاب اليومي بسبب عدم وجود هذه الأدوية وأيضا توف بسبب ما يسمى بالعقوبات الأمريكية مع ملاحظة إيران والإيرانيون لديهم خصلة خصلة مهمة جدا من تضغط عليهم أكثر يشتغلون أحسن وهذا شفناه في ما يسمى بالحرب العراقية الإيرانية التي فرضت على الشعبين العراقي والإيراني من قبل نظام صدام الإيرانيون كانوا لا يمتلكون الصواريخ التي يردعون بها صواريخ صدام فيما سمي آنذاك بحرب المدن بعدين إيران الآن أصبحت دولة صاروخية ودولة صاروخية الآن متهمة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بأنها تعقد صفقات مع روسيا الاتحادية لتزويدها بأنظمة صاروخية متطورة تستخدم في أماكن ومحددة في هذا العملية العسكرية التي تشنها روسيا في أوكرانيا إيران الآن دولة تنتج الطائرات المسيرة المتطورة والتي أيضا تثير فزع الولايات المتحدة الأمريكية وعموم الغرب وإيران تنتج الأدوية إيران تنتج سبعة وتسعين بالمئة حط عليها مئة خط من الأدوية الضرورية التي تحتاجها بسبب الحظر هذا الذي يفرض عليها كسرت هذا الحظر أجهدت هذه المؤامرة وصلت إلى مرحلة السبعة وتسعين بالمئة طبعا الثلاثة بالمئة خطيرة ومهمة ومؤثرة وأي ضرر يتأتى من هذه الثلاثة بالمئة من يتحمل مسؤوليته الولايات المتحدة الأمريكية هم يجون شي يسوون يفرضون هذه اللي يسمونها عقوبات يخلون الناس تعاني النساء تعاني بعدين يحركون النساء ويلقولهم طبعا يربون في مراكز التفكير في معاهد التجسس في وكالات الاستخبارات يربون بعض الأشخاص العملاء من النساء أيضا ويدفعوهم للمطالبة بما يسمونها بالحقوق يركزون على قضايا الاقتصاد وقضايا الأخلاق وشوفنا فيما سمي بمظاهرات الحجاب المعاهد التفكير الأمريكية تقول إذا سقط الحجاب في إيران هم يقولون سقط النظام طبعا تلك أمانيهم لكن هذا يؤكد لك أخي ويؤكد لك أختي العزيزة أن الولايات المتحدة الأمريكية تستهدف الشعوب تستهدف الشعوب بكرة إذا الصالح هو إيران وإيران خضعت وتنازلت لهم فيما يتعلق بموضوع التطبيع هذا أخطر شيعدهم مع الكيان الصهيوني راح تشوفون الشعب الإيراني شوفوا بالسعودية هل تهتم الولايات المتحدة الأمريكية بالناس بالمواطنين في المملكة العربية السعودية ذاك اليوم واحد رجل دين داعي وهو وهابي بالمناسبة متطرف وتكفيري أيضا لا أريد أن أذكر اسمه لكم حكم في 2006 بالسجن 13 سنة لأنه دعا إلى مقاطعة مقاطعة البضائع الدانيماركية في قضية الإساءة التي وجهتها الدانيمارك للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم انتهت مدة سجن هذا الرجل جددوا سووها إلى 40 سنة وينها الولايات المتحدة الأمريكية صبية في البحرين في السعودية صبية صبية يحكم عليهم بالإعدام لم يبلغوا لا سن التكليف لا سن الرشود لا 18 سنة وينفذ بهم حكم الإعدام والولايات المتحدة الأمريكية اختجي تتحدث ويمد وجمال خاشخشي الذي قتل بالمنشار في قنصلية بلاده في إسطنبول ويجون دعاة حقوق الإنسان الحزب الديمقراطي الأمريكي وهذا الرئيس الأمريكي جو بايدن يروح يصافح محمد بن سلبان ما تهم باليش هم مصالحهم وكيف تنفذ الحكومات الأجندة الأمريكية نعود ونطرح هذا السؤال ونختم هل استبعدت سياسة الحد الأقصى التي تمارسها الولايات المتحدة الأمريكية على إيران النساء والأمهات الإيرانيات مما يسمى بالعقوبات فكر بيه حتى تعرف جيدا أنك مستهدف في بلادك من قبل الاستكبار ابقوا معنا اليمن في معادلة الردعي وشهد شاهد من أهلها الكيان الصهيوني هو الذي يعترف هذه الأيام بأن اليمن وتحديدا الأخوة في صنعاء وبشكل خاص المصار الله يعني اللجان الشعبية والجيش اليمني البطل يشكلون الآن صداعا بالنسبة للكيان الصهيوني وبالنسبة طبعا لمصالح الولايات المتحدة الأمريكية والقوى الغربية الأخرى وبالتأكيد ما يسمى بالتحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية ضد اليمن أذكركم بس أحبائي أنه في الثاني من أبرل نيسان تم التوصل إلى هدنة وطبعا تعرفون جيدا هذا مهم جدا في التذكير أن الأخوة أنصار الله في صنعاء حكومة صنعاء وإن كانت تفرض عليها عقوبات من الولايات المتحدة الأمريكية اللي قلنا هو الحضر هل نحن نحن نتعود لساني عودونا هاي سياسة خطيرة سياسة المصطلح أنه والله عقوبات ليش عقوبات قلت لكم في المحور الثاني أنه هذا مصطلح يتم تسويقه استعماريا لتكريس فكرة أنهم هم السادة ونحن العبيد والعياذ بالله فأذكركم أيضا أن يعني هذه الهدنة التي مددت شهرين وبعدين شهرين وبعدين شهرين في انتهت في 2 أكتوبر في 2 تشرين الأول والأخوة في صنعاء رفضوا تمديد الهدنة لأنه لم يتحقق ما يريدون لم يرفع الحصار هدهم قضية الرواتي التي يجب أن تدفع أموالهم تسرق أموال النفو تسرق وهم يأخلوها يحطوها بجيوبهم في بنوق المملكة العربية السعودية وأقول مرة أخرى بأن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بشكل عام هذا الذي يسموه مجتمع دولي يتعامل مع القوي وهنا احتيناه سابقا في قضية تشكيل حكومة السيد محمد الشياع السوداني من شان يخافون بعض الأخوة أنه خاف نشكل حكومة ونستبعد بعض القوى السياسية التي تريدها أمريكا أو ترضى عنها أمريكا أو هي تبعد نفسها فما يتعامل معنا المجتمع الدولي وشفت أن المجتمع الدولي الأمم المتحدة تعترف بحكومة صنعاء كحكومة أمر واقع والآن شفت المجتمع الدولي والولايات المتحدة وماك قاعدة هي تتقدم الصفوف في دعم وتأييد حكومة السيد محمد الشياع السوداني مكره أخاك لبطل مجبورين لأنهم ما يشوفون القوي وقدت لكم أيضا في المحور الثاني في قضية أنهم يتهمهم مصالحهم وإحنا متهمنا مصالحنا إحنا علينا أن نتعامل فيه بسياسة التوازن وهذا اليمن بالنسبة أنه درس مهم جدا ناس قسطاء قسطاء من حريث الإمكانات لكنهم استطاعوا أن يتفوقوا عسكريا مو بس يوصلون إلى معادلة الردع أو التوازن ثمانية من أهم العمليات التي نفذها الأخوة في اليمن العمليات العسكرية هي كانت حملت اسم التوازن والردع الأولى الثانية الثالثة إلى الثامن هي التي أجبرت الولايات المتحدة الأمريكية وهذا التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية على أن يقبلوا بالهدن واليمنيين ما يريدون الهدن لأنهم يشوفون هم أقوى وماكوا داعي طبعا لا يريدون الحرب لا يريدون الموت لا يريدون الدمار لا يحبون الدماء والأخوة في اليمن بالمناسبة يعني الدين يماني الحكمة يماني الإيمان يماني يعني يتسفون الرسول مدحهم صلى الله عليه وآله وسلم هؤلاء يجنحون إلى السلام بس السلام الذي يحقق لشعبهم مصالحه مو حبا في الحرب لا الآن لديهم إمكانات وأنا أقرأ لكم بعض الاعترافات من الكيان الصيوني على قاعدة وشهد شاهد من أهلها صحيفة جيرالوزين بوست بالعبري تكتب أو تنقل تحذير وزير الدفاع في صنعاء اللواء محمد العاطفي تحذيره باستهداف مناطق في عمق وفي أعماق السعودية والإمارات ومنشآتها العسكرية والاقتصادية والحيوية وتكتب الصحيفة تقول أن تلك التهديدات إشارة إلى أن الحوثيين يخططون لشن هجمات على القوات الأمريكية في المنطقة وعلى بين قوسيا إسرائيل هذه الصحيفة الإسرائيلية خاصة بعد التدريبات البحرية الأخيرة التي تدعمها الولايات المتحدة الأمريكية طمعا مع الكيان الصهيوني في البحر الأحمر سووا تدريبات رادوا يوجهون رسالة يعني يخافة يخوفون رادوا يخوفون إيران رادوا يخوفون حلفاء لا شافوا بالعكس النتيجة صارت عكسية أن لا الأخوة في اليمن لديهم إمكانات هائلة هم قاموا بعرض عسكري مضاد خلي نقول عليه وجه رسائل خطيرة جدا إلى الكيان الصهيوني في هذا السياق أيضا تناول موقع I-24 News هذا موقع وعدم تلفزيونات طبعا بالعربي وبالعبري هو إسرائيلي أيضا تناول العرض العسكري الذي أجرته صنعاء مؤخرا وظهرت فيه القوات المسلحة اليمنية في العديدة بشكل خاص بطريقة الرحبة الجميع وإهتم وإهتم أيضا موقع اسمه نتسيف نت هو الآخر أيضا عبري اهتم بهذا العرض العسكري الذي نظم في العاصمة صنعاء بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة الحادي والعشرين من أيلوز سبتمبر الماضي وذكر الموقعان الإسرائيليان وأكرر باللغة العبرية أن الحوثيين عرضوا هذا كلامهم أفضل أنظمة السلاح في جيشهم أنا أقول لا هذه ليست أفضل أنظمة السلاح هذا اللي رادوا هم يبعينوا الأخوة في أنصارنا عدهم سلاح كما يرى يرى من يستوي عرض عسكري وما تطلع كل سلاحة عدها أكو أسلحة سرية وعدها إمكانات كل شيء بوقته تطلع لكل مقام مقال أيضا أنا أعرف الأخوة في أنصار الله أعتقد هكذا يتعاملون يبينون كل سلاحهم وكل ما يمتلكون من قوة وهذه سياسة الغموض التي ترعب الكيانة الصهيوني وترعب أعداء أنصار أنصار الله قال العميد بحري احتياط في الجيش الإسرائيلي الصهيوني إيال إن الحوثيين عرضوا مجموعة متنوعة من الصواريخ الجديدة في العرض الذي شارك فيه أكثر من خمسة وثلاثين ألف مسلح من قواتهم البرية والجوية والبحرية الجوية الحوثية لعدهم سلاح من الطائرات المسيرة لا يمكن إلا أن تحدث رعبا في قلوب مناوئيهم وجربوه وشافوه فلافتا هذا الرجل إلى أن ذلك يمثل انتبه تهديدا لدول المنطقة حسنه ممكن ممكن تقول لي وليدي خوفهم حتى يحجمون بي لا هذا واحد من الأهداف صح أنت لا تثق بإسرائيليين قط بس هذا أيضا يعكس ما يقوله هو يقول أن الحوثيين يشنون ضد هذه الدول هجمات وشنوا هجمات استهدفت السفن من ضمنها سفن مصرية ومصر متورطة في هذا التحالف واستهدفوا المدن والبناء التحتية ومنشآت الطاقة السعودية تحديدا فلاحظت من خلال متابعتي لهذه الصحافة الإسرائيلية تحديدا أن معظم الخبراء بل كلهم الإسرائيليون يجمعونه العسكريون طبعا على أن أنصار الله يستطيعون الآن هذا اللي خوفهم يستطيعون الوصول إلى باب المندب وخليج عمان وجزيرة سقطرة ولديهم كما يقولون طائرات وصواريخ بحرية سيكون لها دور فعال في حسم المعركة في حالة عدم رفع الحصار واستمرار واستمرار رفض الحوثيين تمديد الهدنة أيضا لفت هؤلاء الخبراء العسكريون في إسرائيل لفت الأنظار إلى أن تهديدات يعني هذا الخطر الذي يشكله أنصار الله هو يغدد حرية الملاحة والطيران في البحر الأحمر تحديدا ويهدد أيضا حط عليها خط السفن والطائرات الإسرائيلية إذ تغطي نطاقات صواريخ أنصار الله الجزء الجنوبي من فلسطين المحتلة طبعا هو يقول إسرائيل مع التركيز على مدينة إيلات ومحيطها وقال هؤلاء أن الحوثيين وجهوا أكثر من مرة تهديدات لإسرائيل ومن المتوقع أن يتحرك أنصار الله بضرب الكيان الصهيوني يعني إسرائيل يقولون أنا غيرته إذا جرى تصعيد بين هذا الكيان وبين الجمهورية الإسلامية مدائما يهددون هسا جاي يهددون بعدما جاي بن يامين نتنياهو ما استلم بعده وجاي يهددون ورح نضرب ورح نضرب وصار لهم سنوات طويلة يهددون بضرب إيران لكن يباعون عينهم على الحوثي وعينهم على باب المندب وأيضا تعرفون أنتوا منذ زيارة الرئيس الأمليكي جو بايدن إلى المنطقة دشنوا العلاقات طبعوا العلاقات بين المملكة العربية السعودية والكيان الصهيوني عندما انتقلت طائرة بايدن مباشرة من فلسطين المحتلة إلى جد ورفع هذا الحظر في المجال الجوي الآن يسمح للطائرات الإسرائيلية بعبور المجال الجوي السعودي ومن هذا الباب هم ينظرون بعين الخوفي والهلعي من قدرات أنصار الله العسكرية وخاصة الصاروخية وما يتعلق بالقوة الجوية في مسألة الطائرات المسيرة لأنها تهدد مصالحهم اليمن إذن هو عنصر أساس في معادلة الردع وهذا يؤثر كما قلت لكم مرارا وسابقا على باقي الأزمات في المنطقة ومنها أيضا عندنا الوضع في العراق إذا قوي أنصار الله في اليمن قوي العراق تمكن العراق وتمكن محور المقاومة من أن يفرض شروطه فيما يتعلق بالعمل السياسي وحتى فيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي مع الدول الأخرى كالولايات المتحدة الأمريكية وعلى أيضا يراد تفصيل كما في موضوعات أخرى تحتاج تفصيلا وتفتيكا لكن تعو وضع في نظر الاعتبار أن اليمن رقم صعب في معادلة الصراع في أمان الله